الحمد لله رضي العالمين وشعر الله يا إله إذن الله وحده دا شريكة وأشهد أن محمدا عبده وعصوه اللهم صلوه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعي وهو إمام تيحطين عندي مصعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله يكثر الظنوب كلها إلا الأمانة قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أجي أمانتك فيقول أي ربي كيف وقد ذهب في الدنيا قال فيقال ينطلق به إلى الهاوية فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئته يوم رفع إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يضيكها فيحملها على منكبيه حتى إذا نظى ظن أنه خارج ذلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبن الآبثين ثم قال الصلاة أمانة والوضو أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأشياء عبددها وأشد ذلك الوداء قال ذا ذا فأتيت الضراء أبن عالد فقلت ألا ترى إلى ما قال أبو مسعود قال كذا قال كذا قال صدق أما سمعت الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها معنى أبي هريض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاحة فليس منا ومن غشنا فليس منا أحديث يذكرها الحافظ المنذري في التغييب والتغييب منها أثر عبد المسعود رضي الله عنه موقف عليه قال وذكر الأمانة الأمانة والأمانة أعظم ما يحول الإنسان ويسأل عنه يوم القيامة يقول القتل في سبيل الله يكفر دروب كلها إلا الأمانة وليأ هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا أو فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر عني ذلك يعني أذنوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلما أدبر الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا الدين إلا الدين أخبرني بذلك فإذا الإنسان لو أنه استشهد في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا وقتل في سبيل الله يكفر هذا القتل عنه كل ذنوب التي وقع فيها إلا الدين إلا أن يكون عنده أمانة للأمانات الناس عنده دين للناس هذا لا يكفر عنه والناس تطالب لحقها يوم القيامة ويؤقت من هذا الإنسان حتى لو كان شهيدا وهنا يقول ابن مسعود القتل في سبيل الله يكفر ذنوب كلها إلا الأمانة يؤت بالعبد يوم القيامة وقد قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانة فيقال انطلقوا به إلى الهاوية انطلقوا به إلى الهاوية وهذا من أسماء النار والعياذ بالله تهوي بصاحبها النار يرمى الحجر من رأس النار فيهوي إلى قائها لا يصل إلا بعد فبعين عاما بعد فبعين خريفا فاسمه الهاوية قاعد جهنم فيقال للملائسة اذهبوا بهذا الرجل إلى الهاوية فينطلقوا به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فإذا به في النار والأمانة أمانة ويقال أدي الأمانة لانتخذتها من الناس يكون أقض من الناس ودائع أقض من الناس عاري عواري أقض من الناس أموالا على هيئة البيت أي أمانة عند هذا الإنسان لن يردها لصاحبها أدي حاله انظروا إلى صورة هذا الإنسان يوم القيامة وذهب به إلى النار وقال أمن تجهب والنار خشها ادخل هذه الأمان ليعمل كيف؟ ينزل وراء الأمانة ظن مخيعة في المسك فينزل وراءها يبضل وراءها الغاري ويمسك الأمانة في الطاعة على التاقف ويصعد عشان يطلع من النار فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته فهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يذركها فيحملها على من تليه حتى إذا نظر ظن أنه خارج شال الأمانة ويطلع خلاص حيطلع من النار في الزحلة الأمانة وتصعد في النار تاني ويمزل وراءها يبهى تاني وتاني قال حتى إذا نظر ظن أنه خارج ذلك عن من تليه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين ثم قال الصلاة أمانة الصلاة أمانة إذا الإنسان يوم القيامة فين الصلاة فين الأمانة التي تمنك عليها والأصل إذا دعوا ترحتها من النار يذهب إلى النار فيهوي في النار وراءها أبد الآبدين لأنه ضيع الصلاة لأمانة وعب العالمين والوضوء أمانة والوزن أمانة فيوزن بياع فيوزن الناس والكيل أمانة وأشياء عذبها وأشد ذلك الودائع الودائع إنسان يقول خد شري الحال بي عندك هذه الوديعة كم من الناس يؤتمن على الشيء فيأخذ الشيء ويقول ما شفتش حال ما خدتش بي عندك حال يفتعيذ للناس الشيء وبعد ذلك يطلب هذا الشيء وأنه ضاع عملت إيه وإنتهي الأمر هذه أمانات لا بد وأن ترد إلى أصحابه إن لم تكن في الدنيا فهذا الحال يوم القيام وليعي زمينا قال ذا بيان رو الحليف عمدي مسعود فأتيت الظراء أبن عام فقلت ألا ترى إلى من قال المسعود فقال قال كذا وكذا قال خبق أما سمعت الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كإذا لم يؤد لإنسان أمانته يفعل به ذلك في النار والعياج بها من الأحاديث جزائه عن نبي صلى الله عليه وسلم حديث روه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل عليهم السلاح فليس منه إنسان الذي يحمل السلاح ويقاتل المسلمين لكونه مسلم بكفر ليس مسلم الذي يقاتل المسلم لكونه مسلم يقاتل على الإسلام على دينه ليجتمه عن دينه حتى وإن دعم هذا الإنسان أنه مسلم طالما أنه يقاتل مسلما ليجتمه عن دينه فهذا ليس مسلم أما من حمل السلاح على المسلمين على وجه التهديد على وده السطوة عليهم ليأخذ أموالهم فليس منا ليس على طريقتنا ولا ينسر إلينا إن كان الأول أشد شرا من هذا التالي الأول فتم المسلم عن جينه فحمل السلاح ليقاتله بكونه مسلما فهذا ليس منا على الحقيقة فلا يوجد مسلم أبدا يقاتل مسلما لكونه مسلما هذا لا يوجد فإذا ولد مسلم ذا ليس مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن من يحمل السلاح على وده التعب لاعتداء رضي قطع الطريق وغير ذلك فهذا ليس من المسلمين لا ينسر إليهم يعني آج كبيرا من الكبائر ليس هذا يستحب أن ينسر إلينا وفرط بين الأول وثائر وثائر فرين هذا الثاني ونصاحب كبيرا من الكبائر قال ومن غشنا فليس منا وجاءت ويفسد فيها في هذا الحديث وجاءت أحداثيها منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبر الطعام فأدقل يده ونالت أصابعه بلله فقال أن هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا إما ما تخداع الشكل بيه تبيع للناس شيء تخذف النص حاجة الفزانة وشطع الوش حاجة كويسة تخدع النقل من غشنا فليس منا في دواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بطعام قد حسنه يعني صاحبه فأدخل يده فيه حافظ قوما من الطعام منظرها حلو منظرها مجملها صاحبها فأدخل يده فيه فإذا طعام رديل لأدوه شيء وحش جوه لذا الشيء ظاهره حسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام دع هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا فتحبك بيع الطعام وتنخبطوش على بعض بيع الرديل الوحده وبيع الطيب الوحده فهذا له سعر وهذا له سعر من غشنا فليس منا وجعل أحاديث لأن الردل كان بيع رطبا وجعل رطبا بالداخل مذلولا وبرخارج يابسة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ما حملك على هذا لن بصف شهادة على بعضها كده فقال الردل إنه أطابته السماء يعني الدنيا شدته الشيطان يبغي الزمن في إليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا عزلت الضطر على حبته وليارف على حبته فيبتعون ما يعرفون يشتري الحاجة اللي عرفه من غشنا فليس منا وذكر في حديث الأخر من غشنا فليس منا والمكر والخذاع في النار والمكر أن في بعض المثال عنده فهلوة يقول لك شفته بحكة عيو وقعت له سرعة كذلك شفت تعملت إيه تعالى 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 مني بعضيه إزاي واشكالي إزاي إنت مخادع إنت مكار مكار مصيرك إلى النار هذا مصير أهل المكر والخيان والخذاع فلكن نفسه شواطة في الدنيا فلكن نفسه عنده فهلوة ويعرف يتصرفون به هذا أخريطه النار والعياذ والله قال النبي صلى الله والمكر والخذاع في النار في حديث آخر المكر والخديعة في النار مهما يصنع الإنسان من مكر وخديعة حتى يأخذ أموال النار ما ظلم مش أبداً إنه ضرب في هذا الشيء لا وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً في الأقوام الذين من خبرنا عشان تعرف ما الذي ممكن يحدث لهذا المال إنسان الفهلوي تاجر إلا عائل يبيع الحالة الأكثر من جمانها والسكر إنه حيضحك على النار بهذا الشيء يضحك على نفسه ويخضع نفسه يأخذ هذا المال المحكوم على هذا المال بالطيعة ماله الذي يأخذ محكوم عليه بالهلاك فيأخذ المال حيحفظ في إيه يبتليه الله سبحانه طبعا يا يضيع منه المال لا يسلط عليه نفسه وشهواته ويضيعه في الحشيش ومخدرات لضيح يبتليه بالأمراض اللي يفضل يصرف 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 ومتركش الأمراض يبتليه فتكس في عياله وذبته يسرعه منه المال من وراه تلاقي محكوم على هذا المال المأخذ بالخديعة فيه الخديعة والمكر محكوم عليه بالتتبير والهلاك وشوفوا هذا القصة الصحيحة إذي يرويها لنا أبو فرير عن النبي أن رجلاً كان يبيع الخمر في سبيينة الله وفي رواية أن رجلاً ممن كان قبلكم جلب خمراً إلى قرية فشابها بالماء فأضعف أضعفا لعله كان جائزا في ملة تلم هذا الشيء أو أنه حكاية يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم وشهو معنى جواز بيع الخمر لكن المعنى إن هذا الإنسان راح يبيع خمر في قرية ركب سفينة مسافر بهذه القرية نزلت في القرية الخمرة ودد اللي عايزين اشتروها كثيرة حيث بودها ميت نتحط أضعف منها بالمال وباعها للناس وأخذ المال لما أخذ المال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن رجلاً كان يبيع الخمر في سفينة الله ومعه قرد في السفينة مع خمرا ومع إرد جمع الشر وقلهم معه باع الخمرة غشها للناس وأخذ المال حصل إيه كان يشوف القمر بالماء فأخذ القرز الكيف وفي رواية فاشترى قرداً فركب البحر يعني اشترى هلاسه معه حتى إذا لد جفير دخل في نص البحر هو مثلاً رص يمدل فيه ألهم الله الكردة صرف الدنامير فأخذها أنا جاي وقت بقى إنه الحسر حسره على ما صنع وحكّت على الناس وحكّت أموال الناس فأخذ مالك كيان رص مالك كذا فالأرض يخطى السر قال رسول الله كلاً فصعد الدقل ثالث على السفينة بوق صاحبه مشعارة تفرى وراء خذ كيف الدنامير وصعد فيها ففتح السر وصاحبها ينظر إليه فأخذ ديناراً فرماه في البحر وديناراً في السفينة ديناراً في البحر وديناراً في السفينة بقدر ما غش وقدع الناس رمه له في البحر والباية قلت قال حتى قسمها نصفين صلت الله عز وجل عليه من ناله أو خدع الناس وقد أموالهم واشترى قرداً رجل صلت القرد على إثلاس ناله وردع بإيه بعدما خدع الناس هذا مثل يذكره لنا الدبيس صلى الله عليه وسلم وعذرة وعظة لكل تادر حتى لا يغش حتى لا يغدع إذا أخذت المال من الغش نالك محكوم عليه بالفسرات محكوم عليه بالهلاب وحطر هذا الشيء في يوم من الأيام تباقي التادر من الدول مع أفلس كتير جداً ومصلت عليه الجلاء كله خائف يصل في الثلوث ألا في مرض محتد ألا في الأيام ألا في الأيام ألا في كذا الجزء يتسرق من أصحاب بطرقين من هذه القصة وأمثالها تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغدعوا أحداً في شيء وقاصة وقد قال النبي كانوا قبل مقديمه صلى الله عليه وسلم أخبث الناس بيعة يبيعون يطففون في الكيل والميدان لما قرموا نذلت سورة المطففين بطلوا هذا الشيء وانتنعوا من تأثير الكيل والميدان يروا لي أبو سباع يقول اشتريت ناقة الحديث هذا عند الحكم والبيعقين يقول أبو سباع اشتريت ناقة من جنال واثلة إذن الأفقى واثلة صحابي فاضل رضي الله عنه الدار عندهم زي ما نقول الآن العمارة العمارة كذا شأ فوق بعض لكن الدار حجر فقية بيزجن بضعر بمحق شوي حسابه الدار الدار هذه اللي فاكل فيها واثلة ابن الأشقى فيها جملة البيوت فأبو سباع اشترى ناقة من هذه الدار يعني من بيت من الجنود ضروري واثلة عارف الناقة وعارف صاحب الناقة وعارف إيه في هذه الناقة اشترى ابو سباع فلما فرلت بها يقول أدركني وهو يذر إذاع أدركني يعني ملحاش هو يعد الإذاع على نفسه صوفا ألا هذا ينشي أدل ما يدري ينصحه صحابي فاضل رضي الله وطلال عن الدين مصيح فقال فقال يا عبد الله اشتريت قال قلت نعم قال بين لك ما فيها جاري لبعلك هذه سلعة تبين لك الحاجة التي فيها فقال قلت ما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة ونشي تمربثها السلعة وليس وثمينة وظاهرة الصحة قال أردت بها سفرة أو أردت بها لحمة إن توقذها سمينة وطليرة توقذها في البحة ولا توقذها السفر عليها في البحة قال أردت منها حج وراح حج عليها قال فإن بقفها نقبة يعني القف بتاعها القدم بتاع الناقة منقوق خفيش ما يحملش معك يشفر معك شوفوا إيه أمانة طب هو ما الوسيلة من الأسطى لا هو المشتري قال ما أردت أي هذا أصلحت الله تفسد عليه يا ربا قل تفسد عليه البيعة لما بيعها تقول الرجل راجي أنت ما لك أنت فقال وسيلة رضي الله عنه أني سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول لا يحل لأحد بيع أو يبيع شيئا إلا بيّن ما فيه إلا بيّن ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بيّنه ولا يحل لمن علم ذلك إلا بيّنه ما تدلفت على حد في البيع ولا في الشراء وكذلك تنفح الإنسان الذي يشكل إذا عرفت أن البائع خدعه والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المكر والخديع في النار وكذلك يذكر الدين المصيح الدين المصيح فهذه لدين المصيحة وكان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أسحاره على النصف لكل مسلم وفي حديث وفي حديث عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رضاه أحمد وفي ماذا قال المسلم وأخ المسلم ولا يحل المسلم إذا باع من أخيه بيعا في عيد ألا يبينه تبيع بيع والبيع في عيد ما تدريش ما تدتمش وفق في أن الله يبارك لك إذا ما اشترهاش هذا يشكلها الإنسان ما اشترهاش لدى ولتاني وارث الله عز وجل لك في مالك ولذلك ألنا النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقه فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كبب وكتم مفقت بركة بيعهما بالكتنان والكذب في البيع تضيع بركة البيع لذلك لما تتعامل تعامل مع الله سبحانه وليس مع الله إذا كان الإنسان لا يرى هذا العي الله لا راوى القرية سبحانه فاحذر أن تنكر فينكر الله عز وجل لك نسأل الله العفو والعفية في الدين وتميع الأسرة أقول قولي هذا أصدف الله الرظيم وصد الله وصلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آياته وصحبه أزم